ألمانيا من الدول اللي تعاوننا معاها مثلا في قضية الكهرباء وحقيقة الشركات الألمانية وفي وقت صعب في وقت صعب جدا والحقيقة كان ممتاز ده كان فيه فايدة لمصر الحقيقة وفايدة الألمانيا كمان لأنه دخول مصر في علاقة ومصر دولة قوية وكبيرة ومؤسرة إدى ثقة كمان في الشركات الألمانية الحقيقة فاحنا بنتكلم على عالم فيه المصالح المصالح مش لطرف واحد لكل الأطراف ثانيا فكرة الخطاب المصري كمان بتعدد الثقة لأنه لو هو الشركات دي ما وجدتش ثقة في الوعود المصرية في سداد الأقصاد إذا كان فيه أو للتزامات كل عقد بيبقى ليه طرفين للتزامات المهمة في مصر والنجاح في تنفيذ المجال والحقيقة أنه يعني مش عاوزين نقول أنه مصر كانت بتحصل على شروط تفضيلية لأنه سوء كبير عندها استعدادات عندها ثقة كبيرة في الاقتصاد في الالتزامات في غيره ده جزء مهم فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء وده دخل شركات أخرى النهاردة بنتكلم في القطارات في النقل في التفاصيل في الخبرات التي يحوزها الألمان لأنه كل دولة في العالم ده فده جزء العلاقات السنائية والشراكة وده استثمارات خارجية جاية في مصر مهمة خليني أقف عند النقطة دي لأنه دخول مصر ومشكلة مصر كانت في الطاقة كانت مشكلة كبيرة جدا وكل المصريين تابعوا رئيس وهو يتفاوض بنفسه مع شركة سيمينز وقتها يعني كان التفاوض يعني أعتقد وما كانتش الناس متصورة أنه في هذا الوقت من الأزمات مع انقطاع القهرباء وأنه كان عندنا مشاكل عديدة أنه نحن نوصل بهذا النجاح اللي بقينا موجود فيه فالنجاح كانت ألمانيا شريك فيه بالزبط بيه شريك وشريك واثق ويحمل ثقة والحقيقة أن الشركات الألمانية أخذت ثقة أيضا في المنطقة ولو حد يتبع خرائط تشغل المشروعات والتكنولوجيا والتقنية فيما يتعلق بدا والحقيقة برضو خلينا نقول أنه المنتج الألماني أو السياسة الألمانية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتقنية مش بس تقدم كمان الألماني عندهم دقة عندهم التزام وده يعني خلى أن فيه طرفين بيدخولوا في سياق واحد وده زي ما احنا قلنا أفاد مصر وكمان أفاد الطرف الألماني وده برضو استثمارات لقاءات الرئيس في ألمانيا ما توقفتش عندي مثلا شركات التكنولوجيا أو اتفاقات أو اشتراكات لا كمان الحقيقة دخلت في المستقبل في الصياغ المختلفة لأن مصر ليها كمان العلاقات فيها علاقات عسكرية علاقات أمنية علاقات تجارية بالإضافة لده العلاقات الدولية والإقليمية لأن مصر دولة مؤسرة ودولة لديها وجهة نظر مهمة في أنه دول الإقليم دول أفريقيا دول العربية وأظن ده ظاهر حتى في الخطاب الدول العربية أصبح لديها النهاردة زي ما شفنا في جدة وانت أشارتي إليه خطاب ماضي تجاه الغرب وتجاه الدول الكبرى ومسؤول ويلتزم أكثر بالمصالح مصالح الشعب ومصالح الإقليمية والعربية والأفريقية ترجمة نانسي قنقر